مساء الخير على كلهم مشاهدين اهلا بكم النهاردة وحلقة جديدة من بردنامج شباب ستايل الحقيقة النهاردة موضوعنا موضوع مختلف تماما عن كل حلقة اظن او اعتقد ان مفيش حد فينا او بيت فينا ممرش او مازال بيمر بحالة حسد او سحر او حتى مس ساعات كتير بيحصل لنا اعراض زي بنشوف كوابيس بنشوف احلام بتبقى واضحة وضوح الشمس ان فيه حالة سحر او حسد او حتى مس وفيه اعراض تانية ممكن تظهر علينا ما نكونش عارفين لها اي تفسير خالص معلومات كتيرة بجد محتاجين ان احنا نعرفها ولكن من خلال ديفي اللي منورني ومشرفني النهاردة الشيخ ايمان محمد المعالج بالقرآن الكريم اهلا فيه يا صدر اهلا بحضرتك في البداية كده زي ما قلت عايزين نعرف الاستشفاء بالقرآن الكريم ما معنى هذه الكلام هو اولا انا بحيي السادة المشاهدين وبحيي حضرتك ان شاء الله بإذن الله تعالى تكون حلكة موفقة ان شاء الله والناس ان شاء الله تستفيد بيها فايدة كبيرة مع نفسيها مع اولادها في بيتها في حياتها في الشغل في العمل في كل شيء ان شاء الله ان شاء الله عندنا الاستشفاء بالقرآن هو كلام الله عز وجل الا وهو الكرآن الكريم بيد خالص عن الدجل وعن الشعوزة وعن اسم الام وعن حاجات كتير التلاصم كل الاشياء دي كلها خارجة خالص عن العلاقة ببسألة الكرآن الكريم تمام فالقرآن الكريم زي وضوح الشمس قال الله قال رسول الله والاستشفاء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالادعية الصحيحة اللي وردت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه وفضل صلى الله طيب عايزين نعرف من حضرتك السحر وانواعه يعني او اعراضه يعني في حاجات بتحصل لنا كتير مش عارفين تفسيرها ايه يعني عايزين نعرف انواع السحر واعراضه احنا دايما بدأنا التنويه عن الحلقة بمسألة الحسد او السحر او المس فيه اللي اشد بكتير جدا جدا من مسألة السحر الا وهو الحسد الحسد دلوقتي بقى مرض العصر الحسد بيسمى الجند المجهول الرصاصة الطائشة فالحسد يدمر الحسد يقتل كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم العين حق واكثر من يموت من امتي بالعين العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر ولو شيء سبق القدر لكانت العين فالعين اشد بكتير جدا جدا من مسألة السحر يعني السحر اعراضه بسيطة وعلاجه ابسط منه اما الحسد ممكن انسان يكون محسود بقاله فترة كبيرة وهم يعرفش بيعمل كشف وبروح لدكاترة وبيعمل فحوصات وبيعمل اشعة وبيعمل تحاليل بيعمل حاجات كتيرة جدا الاسباب الطبية كلها نفيش عنده حاجة نفيش حاجة بس سبحان الله مجرد ما يتقرئ عليه كلام الله عز وجل ويبدأ يلجأ للاستشفاء بالقرآن كل الاعراض اللي عنده بتزول بفضل الله عز وجل طيب بالنسبة للاعراض يعني اعرف ازاينا ده عراض سحر ولا عراض حسد يعني ايه العراض اللي ممكن تزعر علي تبايل لنا ده طيب احنا عندنا مسألة السحر والمس والحسد يعني ما بين كل حاجة ابسط من الشعر يعني الحسد ليه اعراض والحسد بينقسم لثلاث اقسام عندي النظرة وعندي العين وعندي الحسد اما السحر هو اسمه سحر والسحر يقتل من السحر ما يقتل وعندي اعراض كتيرة جدا لمسألة السحر وعندي تاني حاجة مسألة المس وفضل الله عز وجل يعني السحر ليه انواع كتيرة جدا وعلاجها كله فضل الله بصير جدا وسهل فاحنا مش عايزين نصعب على السادة المشاهدين ان احنا بنتكلم في حاجة تقيلة او حاجة قوية مسألة السحر او المس او الحسد فضل الله علاجها يعني ابسط من شربة ماء يعني هو فيه حد ممكن يحسد حد بالنظر او يعني يعمله سحر بالنظر بالنسبة هو الحسد بيقع بالفعل بالنظر لان ده سهم من اسهم ابليس بيقع الانسان فيصيبه ممكن يمرضه ممكن يفرق ما بين الزوجين ممكن يمرض اطفال يعني اتت ليا طبيبة طبيبة اطفال قالت لي سبحان الله كمية كبيرة جدا من الاطفال بتجنة وبكشف عليها وبديها علاج بس نفيش تحسن طيب ده ايه؟ قلت لها بص يا دكتورة اول حاجة فضل عشان يكون انسان ناجح في حياته اول حاجة بيستعين بكلام الله عز وجل وبسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم انا هعلمك حاجة بسيطة جدا تعملها في العيادة قبل ما تكشفها على الطفل او قبل ما تكشفها على المريض ارقي الطفل بالفلق بقوله والله احد قوله اعوذي رب الفلق قوله اعوذي رب الناس فضل الله اتت بعد شهر وقالت لي ان سبحان الله لما عملت التجربة البسيطة دي الاطفال بفضل الله تحسن مع العلاج بطريقة سريعة ده بالروق الشرعية اللي كنا نعرفها ولا في حاجة تانية ممكن الروق الشرعية هي من كلام الله عز وجل وادعية النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودايما الكلام الطيب اللي بيخرج من القلب اللي انا اتوسل به الى الله عز وجل اودع به الله عز وجل طيب سعاد بنشوف بقى كوابيس ودي اسئلة كتير واستفسارات المشاهدين بيسألوا عنها بيشوفوا كوابيس بيشوفوا وسعاد بيشوفوا علامات على جسمهم خربيش علامات زرقة دي تفسيرها ايه ده هل سحر انا دائما 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 بقول ان الاسباب الطبية تقدم على اي اسباب تانية يعني لما بيجي لي مثلا مريض تعبان بقول له هل فعلت فحصات هل عملت اشعة هل عملت تحليل يقول لي لا اقول له ارجع الاول شوفي الاسباب الطبية ما فيش اي اسباب طبية والطبيب قال لك ما فيش اي اسباب طبية عندك بنبدأ بفضل عز وجل بالامور الشرعية قالوا هو الاستشفاء بالقرآن والرقية وكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم فضل الله بنلاقي من كل الاعراض اللي كان بيتكلم فيها سواء من بقع في الجسد زرق او خربيش او كوابيس او احلام مجرد فضل لما بنعمله الرقية الشرعية بتزول تماما مسألة كل الاعراض طب هل السحر ممكن يقتل زي الحسد من السحر من يقتل من السحر ما يقتل من السحر ما يقتل بس فعلا اللي يقتل حقيقي الحسد اللي اشد من السحر كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم العين حق واكثر من يموت من امتي بالعين ممكن انسان يكون شارع عربية جديدة مجرد ما يركبها ويمشي بيها سبحان الله واحد يقول له بدون ما يسمي الله عز وجل بدون ما يبارك بدون يقول ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بلاقي ان العربية انقلبت واللي فيها ميت بسبب العين العين طيب سمعنا كتير يا شيخ عن حملة تنظيف المقابر اللي كان الشباب عاملها في جميع المحافظات بنلاقي اصحار كتير وبنلاقي اعمال مدفونة داخل المقابر بس ساعات ممكن ان ناخدها ونستخدمها غلط يعني ما نعرفش انفقها ازاي بيكون ايه الحل في الوضع هم نتكلم على مسألة الاصحار والاعمال الاصحار والاعمال انا مش عايز ادور عليها انا مثلا بقدر الله عز وجل انا بدفن مثلا ميت ليه في القبر فبننظف القبر فلاقينا بعض الاصحار فدي باخدها بطريقة شرعية بطل اللي فيها مهما كانت لمين بطلها وفضل الله بينتهي السحب تماما طريقة الابطال ايه؟ طريقة الابطال ان انا بفضل الله عز وجل بقرع عليها ما تيسر من الكرآن الكريم ايات ابطال السحر فبالله بيبطل السحر تماما لان قال الله عز وجل السحر ان الله سيبطله الاصل ان انا الجأ لكلام الله عز وجل في ابطال اي عمل وفي ابطال اي سحر بعض الناس يقول السحر ما يتفكش الا بالسحر الكلام ده مغلوط الكلام ده غير صحيح تماما انا مش هينفع يعني اللي عنده ربنا مش هينفع اخذه بالمعصية اللي عنده ربنا اخذه بالطاعة فعشان ابطل شيء لازم اتبطله بالكلام الله وبسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبالطريقة الصحيحة ونبعد تماماً وبأكد عن مسألة الدجل والشعوزة والخرفات اللي احنا بنسمحها وبتمتشر كثير جداً ما بين الناس يعني أنا النهاردة بتكلم ملخص العلاج بالقرآن أو الاستشفاء بالقرآن من المس ومن السحر ومن الحسد في ورقتين اثنين الورقة الأولى فأنا هعرضها على سادة المشاهدين ويعني نركز جيداً إن أنا معايا أخطر سحر موجود في الدنيا كلها السحر دوت قتت بنت هي والدها وولدتها فجلست وقالت يا شيخ أنا رحت لمشايخ كتير جداً فنفيش حد عمالي حاجة هو معنى إن هي راحت لمشايخ هو العب مش في القرآن العب فينا إحنا إحنا اللي عايزين نستخدم القرآن صح فقالت إن رحت لمشايخ كتيرة جداً ما فيش حد فدني خالص وبعد كده رحت الكنيسة برضو ما حدش فدني وبعد كده فيه ناس دلوني على ست فروحت للست ديت وقالت لي طب أنا مشكلتك إيه قالت لي مشكلتي إن أنا عندي تلاتين سنة وكل ما يتقدم حد ما فيش حد الموضوع ما بيتمش فقالت لي يعني حاولي تعمليه أي حاجة أو تتصرفي في أي شيء عمتاً البنت دي جامعية يعني إنسانة متعلمة مش جاية من العصور القديمة أو هي جهلة لا متعلمة إنسانة جامعية فقالت لي عم الشيخ قدتني ورقة قالت لي الورقة دي تفضل معاكي لحد الممات يعني حتى لو دخلت الخلاء أعزك الله لازم أن تفضل معاكي فقلت لها الورقة دي ما زالت معاكي قالت لي نعم معايا قلت لها طب ممكن أشوفها قالت لي حاضر خدت الورقة لقيت فيها بلاستر ومحطوطة جوه كيس قماش فبدأنا نفك الورقة دي تدريجياً واحدة واحدة نتخيل إن السادة المشاهدين هيتفاجئوا بأخطر سحر موجود في الدنيا فلما بفتح الورقة لما خدتها منها وبفتحها وبدأت أذكر الله عز وجل وأصلى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وقرأ الآيات فبدأت إن أنا أفتح الورقة تدريجياً ببص في الورقة شمال يمين فوق تحت لقيت الورقة فضية فضية تماماً ألا وهو لعب بعقول البشر ده صحيح ومسألة الوهم البنت توهمت إن الورقة دي هي اللي هتجاوزها أو الورقة دي هتكون سبب وبالفعل البنت دي بعد أسبوع اتخطبت فهي ظنت ظنت إن الورقة هي اللي خليتها اتخطبت لا الوهم أخطر شيء وأخطر سحر موجود في الدنيا إن أنا أكون إنسان موهوم بشيء ملوش أصل إن إحنا مثلاً المعتاد إن أنا بفتح ورقة بلاقي فيها سحر بلاقي فيها طلاصم بلاقي فيها أرقام بلاقي فيها حروف لا الغريب إن الورقة لا شيء لا شيء تبداي خليني يا شيخ أسألك إيه هي الأعراض اللي ممكن تظهر تأكد إن فعلاً البنت دي أو الرجل لا معمول له فعلاً يعني معمول له سحر لا دي مش مش واحد ولا يعني تعطيل الزواج هو إحنا زي ما إحنا قلنا أولاً إن مسألة إن الحسد أو السحر أو المس كل حاجة لها أعراض بس إحنا بنأكد إن أنا يعني أخذ أولاً السبيل أو المجال الطبي أولاً ملجأش لأي حد تماماً إلا ما شوف نفسي هل أنا عندي أعراض عندي مثلاً مغص شريد جداً المغص شريد ده مش بنيمني خدت كل المسكنات وخدت كل الأدوية ورحت كل الدكات المتخصصين في مسألة الجهاز الهضمي ما عندي كيش حاجة لدرجة إن الطبيب نفس بيقول لها روحي الشيخ خلي حد يقرأ عليك مجرد فضل لما بنقرأ عليها آيات الرقة الشرعية ده نوع من أنواع السحر المأكول مثلاً ده أعراضه بيسبب مغص شريد جداً ممكن يسبب إسهال ممكن يسبب إمساك فعندي أعراض السحر كتيرة وعندي أنواع السحر كتيرة طيب داي خلينا أقدر أسألك إن هل فعلاً إحنا بنسمع كتير عن الزواج ما بين الإنس والجن ده بيحصل الكلام ده مبدئياً غيره صحيح ما فيش حاجة زواج ما بين الإنس والجن لا الجن بيتزوج الجن والإنس بيتزوج الإنس أما بعض الناس بدأ يظهر على القنوات ويقول إن في زواج ما بين الجن وبين الإنس وفي أولاد وفي كذا وإنت عندك أولاد من تحت الأرض الكلام ده غير صحيح تماماً لا موجود في قول الله ولا موجود في قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا فيش تماماً زواج ما بين الإنس والجن بل ده علاقة محرمة والإنسان لو ما خدش باله من الأمر دوت وبدأ يتداوى أو يستشفى بالقرآن فأصبح ممكن يخش في مسألة الزنا ولا عزو الله علي عزو الله طب قعد الرأس هالكده يا شيخ إيه الفرق ما بين المس واللبس وهل ده يكون ليه هو عموم اللفظ بالتعطيل الزواج برضو لأن مشكلة تعطيل الزواج دي الحقيقة يعني جات لنا أسئلة كتير جداً واستفسارات عن الموضوع ده وعن الانتحار اللي ظهر في الأواخر عموم اللفظ في مسألة المس المس كلمة عامة فالمس بينقاسم لقسمين فيه عندي مس خارجي وفيه عندي مس داخلي المس الخارجي بيتسمى مس أما المس الداخلي بتسمى لبس ده إنسان ملبوس فمعنى أن فيه بعض الناس بيقولوا أنه نفيش حاجة بتخش بوه جسم الإنسان الفيروس مرض كل الناس ما بتشوفهوش بس بتحس بيه صح؟ صح وبيبكون ليه أعراض أهو كذلك مسألة اللبس ده شيء في عالم الغيب بيمس الإنسان بيدخل في جسم الإنسان نعم يدخل جسم الإنسان ويمرضه ويتعبه وبقى ليه أعراض بعد كده وطبعا بنرجع نقول الاستشفاء بالكرآن بالكرآن كده نعم طيب يعني فيه ناس كتير برضو من ضمن الأسئلة بنت بتقول أنها بيجي لها هي على قدر كافي من الجمال وما فيش أي حاجة تمنع لزواج خالص وكل ما بيجي لها عريس بيقل يعني بيقعدوا كويس ومرتاح وبعد ما بيمشي يقول أنا صليت صلاة استخارة ومرتحت أو يختفي خالص يعني ما يعرفوش عنه أي حاجة والله دي مشكلة كذلك الرجل يعني كذلك الرجل دي مشكلة بدأت تقابلنا كثير جدا وفي المجتمع المصري كثير قوي وبنات كثيرة جدا قاعدة في البيت دون زواج فنبدأ ناخد بالأسباب نبدأ نتكلم مع المريض هل في أسباب بتمنع مثلا زي غلوة المهر أو الشبكة أو العفشة أو الأمور دي كلها دي كلها أسباب حقيقية بتعطل الزواج لو ما فيش الأسباب دي بدور على الأسباب بقى اللي هي الأسباب الشرائية هل البنت ديت عندها مس هل البنت دي عندها لبس هل البنت دي عندها سح هل عندها حسد وكل حاجة بيكون ليها أعراض فمجرد فضل الله أنا افترض البنت مثلا عندها سح للتعقيد الزواج فضل الله مجرد ما بتتستشفى بالقرآن وبتخف ومورها بتتيسر وبتتزوج زيها زي أي بنت وبتعيش حياة كريمة وبتخلف صبيان طيب هل البنات أكتر ولا الرجال اللي هم أكتر عرضة للماس والأس والله الأمر بقى منتشر كتير جدا ويعني ممكن نقول منتصف ما بين الرجال وما بين النساء بس الظاهرة بدأت تظهر والواحد حزين جدا 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 إن الظاهرة بدأت تكون في الشباب يعني ذهبت الناس كتيرة جدا ومشاء الله سرية مجرد ما بخش وبعد في البيت بتفاجأ اللي أنا رايح له مثلا في كلية طب أو في كلية هندسة ونعزل الحياة تماما وقاعد مش عايز يخرج من بيته طيب ده ليه مستقبل وليه كذا ممكن يكون تحت تأثير حسد ممكن يكون تحت تأثير سحر ممكن يكون تحت تأثير أحوال نفسية أحوال نفسية طيب هل الإنسان الصالح ممكن يتحسد أو ممكن يحصل له حالة برضو حسد مست لبس نعم لإني أشرف الخلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم تصحر فما دوني النبي محمد صلى الله عليه وسلم فوارد حتى لو كان أنا طيب إحنا عندنا في القرآن الكريم سورة البقرة اللي هي بتقول أخي اللي أنا مش حافظة سورة الآية بالضبط بس هو السحر حقيقي ولا خيال يعني اللي اتنين عندنا عندنا السحر خيال سحر اسمه سحر التخيل أو سحر التخيل ده اللي ورد مع سيدنا موسى إنه هو خيل إلي إنه إن الأشياء بتتحرك وهي على غير الحقيقة التي تأتي إن الحبال والوصيان بدأت تتحول إلى سعابين فخاف سيدنا موسى وحصل رهبة فده من ضمن سحر التخيل طيب السحر الحقيقي السحر الحقيقي برضو موجود أيضا دي حاجات كلها سوابت معانا وفي حياتنا فمش هنقدر بنركنها حتى لو كانت هي واحد في المية طيب في ناس كتير بتكرأ الفنجان إيه رأي حضرتك في هذا الموضوع الفنجان هو ليه اسم جميل أوي الاسم الحقيقي ليه هو اسمه فن الجان فن الجان تحكي جديد أوه مرة نعرف فن الجان يعني إيه فن الجان مش معنى إن أنا شربت فنجان قهوة أو فيه طلاصم معينة أو فيه حروف معينة أو فيه دلالات معينة إن أنا دي بتدل على أشياء إن هيحصل لي حاجة في المستقبل هتجوز هيحصل لي كذا لا فن الجان دائما الست اللي بتقرأ الفنجان يا إما معها خدمة يا إما ملبوسة فكل المعلومات اللي بدلها عليه اللابس أو المس اللي عندها هو اللي بيوضح لها كل اللي موجود في الفنجان فطبعا كذا من منجمون ولو صدقوا ولو صدفوا لأن فيه ناس كتير بتعتقد في الموضوع دا يا شيخ يعني فيه ناس كتير بتروح للناس نصابين وتقول لها أريلي الفنجانة أريلي الكف ففيه حاجة كتير أحنا بنحذر الناس كتير جدا عن مسألة الباب دوت الباب ده يغلق لإن باب شر ومش هيأتي من وراء الخير لإني اللي عنده ربنا عز وجل مش هينفع أخذه بالمعصية اللي عنده ربنا هخذه بالطاعة من كان لله دام واتصل ومن كان لغير الله انقطع وانفصل ونعمة بالله طب يا شيخ فيه بقى الناس بتسأل كتير عن فيه سحر يعني فيه ناس بتقولك فيه سحر بالنظرة فيه سحر بالسلام في الإيد فده صح ألا غلط؟ يعني إحنا بنسمح كتير يعني حاجات كتير عن الموضوع ده صح ألا غلط؟ عندي أنواع كتيرة جدا من السحر في عندي نوع من السحر اسمه سحر مثلا سحر الربط سحر الربط منتشر جدا جدا في القرى وفي الأرياف وفي جنوب الصعيد وعند الناس كتيرة جدا ممكن الربط ده يحصل عن طريق إن إنسان بيذهب لساحر فبيكتب له على قدية فمجرد ما يسلم على العريس ده سحر باللمس بالسلام بيقع وكله بإذن الله ممكن الساحر يعمل عقد وطلاصم معينة على عين إنسان ومجرد ما يبص الإنسان يسحره ده برضه من أنواع سحر الربط يعني طب فيه عارض معينة أو فيه حاجة معينة تأكد لي إن الشخص ده بيسحر لي يعني هو بيسلم سحر النظر أو وهو بيبص لي وهو بيسلم مجرد ما السحر تأثر فيي أنا كنفسي كإنسان مثلا اتسحرت بحس بشيء غريب غير الطبيعي وغير العادة بتحول من شيء طبيعي لشيء مختلف تماما ممكن يحصل لي ديق في الصدر أو في نفس الوقت ممكن يحصل لي ديق في الصدر أو رعشة شديدة في بعض الناس ممكن يحصل لها إغماء في بعض الناس ممكن يحصل لها صرع ودي حاجة تأكد لنا إن فعلا فيه حاجة غريبة حصلت نعم عشان نتبين برضو فلازم أن المريض ده يتقرق عليه شيء من الكرآن عشان برضو نتبين إن إحنا أمة محمد أمة تبين نعمل الله طيب نأمن بيوتنا زي شيخ وزي إن إحنا نأمن بيوتنا بطريقة صحية وبطريقة شرعية نحمي بيوتنا من الحسد ومن السحر ومن الدجل ومن كل الأعراض دائما بيتنا هو المفترض إن يكون بيت الراحة إن الإنسان بيرجع من شغله تعبان واليوم كله يوم شاق فمحتاج إن أنا أخش بيتي إن أنا أرتاح بعض الناس مجرد ما بيكون عنده بس فكرة إن هو مروح للبيت بيحصل حاجات غريبة يقولك أنا أكني بالضبط رايح تربة أخش تربة أو أنا حاسس بخنقة جديدة جدا أو حاسس بضيق مش عايز روح البيت وبالفعل مجرد ما بيروح البيت بيحس بصداع بيحس بهمدان بيحس بكسل بيحس بخمول مش قادر يقعد مع أولاده مش قادر يقعد مع زوجته مجرد ما يخش البيت يحصل له نوم فدي من ضمن الأشياء اللي عندها فيه دلالات إن فيه شيء في المكان أو فيه شيء في البيت أو فيه حسد أنا بشكرك جدا يا شيخ أيمن شرفتيني ونورتيني وأسعدتيني النهاردة وأكيد استفادنا حاجات كتيرة جدا كانت ما كناش نعرف عنها أي حاجة مشاهدينك كده تكون خلصت حلقتنا أشوفكم في حلقة جديدة ومعلومات جديدة وأسوفكم مع الدعاء الشيخ أيمن معكم في إرلا لقاء اللهم يا واسع العطاء يا منزل الشفاء يا رافع البلاء يا مجيب الدعاء أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على كل مريض وسقم وبلاء اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستعين برحمتك نستغيث يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا بسم الله أرقيكم من كل بلاء يؤذيكم والله يشفيكم بسم الله أرقيكم من وسط الصدور وشتات الأمور أعذكم أعذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون أعذكم بالله العلي العظيم من مما استعاذ منه محمد وعيسى وموسى وإبراهيم الذي وفى لا إله إلا الله بيده مفتيح الشفاء ونعوذ بالله من أهل الشرك والسحر والضلال ونصلي ونسلم على الهاد البشير السراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذو العرش المجيد يا فعال لما تريد اللهم اصرف عنا كيد الكائدين وحسد الحاسدين وسحر الساحرين والشيطان الرجيم يا أرحم الراحمين اللهم بدل خوفنا أمنا اللهم ارزقنا الأمن والأمان وراحة البال والاستقرار وعيشة هنية يا عزيز يا غفار اللهم اشفنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اجعل القرآن لنا نورا وسثرا وحفظا من شيطين الإنس ومن شيطين الجن بسم الله بسم الله بسم الله اشفي أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما شكرا